لو سألتكم ما هي أسباب الدعاء المستجاب فلربما يجيب الكثير أن يدعو على طهارة مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يتحرأ وقات الإجابة ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ويكون أكله حلالاً وهذا كله مهم جداً لكن يا إخواني في الدعاء أسرار الدعاء هذا موضوع عميق جداً تعالوا نتحدث عن بعض المعاني المتعلقة بالدعاء يعني مثلاً شكاية الحال شكاية الحال إلى الله في الدعاء اسمع لي قول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني أنا محتاج إلى خيرك يا رب أنا بحاجة فالله سبحانه وتعالى أعطاه حاجته يعني جاء طريداً خائفاً جائعاً وحيداً فأعطاه الله المأمن والمأكل والمشرب والمنكح والعمل أنظر إلى قول أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر يشكو حاله إني مسني الضر يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إذن شكاية الحال مهمة في الدعاء والواحد لابد له أن يشكي يعني يشكو إلى أحد لابد أن يخرج ما في نفسه والشكوى للمخلوقين مذمومة إذن إلى من يخرج الإنسان شكايته إلى الله يشكو حاله إلى الله الأنبياء في سورة الأنبياء أربعة أربع أنبياء جاءت قصتهم في سورة الأنبياء وكل واحد قال بعد ما عرض قصته فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له أولهم نوح عليه السلام شكا إلى الله الكرب الذي هو فيه لحظوا شكا إلى الله الكرب الذي هو فيه قومه الذين هددوه وصلت القضية إلى التهديد بالقتل والاستهزاء والسخرية والاضطهاد أصحاب الذين معه فدعا ربه قال الله فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم كذلك أيوب عليه السلام لما أصابه المرض ثمانتعشر سنة قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ثم ذكر ذنون عليه السلام يونس لما نادى في الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت هو إيش قال لا إله إلا أنت الألوهية سبحانك التسبيح التهليل والتسبيح والاعتراف بالذنب إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونبذناه أخرجناه من مكان يعني لا يخطر بالبال ثم زكريا عليه السلام كان وحيدا ما عنده ولد يريد ولدا وليس فقط للدنيا يعينه في الدنيا لا يرثني ويرث من آله عقوب ويكون وليا معه في تبليغ الدين والدعوة إلى الله ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين شكى حاله ربي لا تذرني فردا أنا وحيد ما لي ذرية وأنت خير الوارثين فاستجبنا له